هو مقتنع بأن زواج وحده قادر على إعادة الأمور إلى الطريق الصحيح التلفزيون المصري يتراجع عن فوزير هيفا فقد تراجع اتحاد الإداعة والتلفزيون في مصر عن قراره بإعادة تقديم فوزير رمضان هذا العام وكان المخرج عدل مكين قد بدأ الإعداد والتجهيز للفوزير منذ ثلاثة شهور كاملة وحصل على موافقة الفنانة اللبنانية هيفا وهبي للقيام ببطولتها واشتراطها أن تعرض الفوزير على شاشة التلفزيون المصري لكن المفاجأة كما يقول المخرج كانت انسحاب اتحاد الإدعاء والتلفزيون من المشروع رغم أن المسؤولين كانوا على علم بكل خطواته ولم يكن هناك أي اعتراض فهل ستبصر الفوزير النور؟ مادونا تفشل بالتبني مجددا محكمة ملاوي رفضت منح مغنية البوب مادونا تصريحا لتبني طفلة صغيرة من البلاد على اعتبار أنها باتت أم مطلقة تعول أبثالها بمفردها كما أنها تعيش خارج البلاد وعبر المخرج البريطاني جايريتشي طليق مادونا عن تعطفه الشديد معها معلنا أنه يساندها تماما في قرارها ديو نانسي ووائل ظاهرة الأغنيات المشتركة في ازدياد اليوم يتم التحضير لديو سيجمع بين وائل كفوري ونانسي عجرم تحت إشراف الملحن سامير صفير الفكرة عرضت على الطرفين ولاقت تجاوبا كبيرا عودة إليسا في دعوة طلقها أهل الصحافة عبر شركة روتانا وأطلق عليها عنوان المفاجأة الفنية أعادت الفنانة إليسا تجديد عقدها مع الشركة بعد سلسلة مشكلات بينهما أدت إلى ما يشبه القطيعة وأخيرا فاجأ المطرب جوجو السوف زميله المطرب فضل شاكر بتهنئة خاصة لمناسبة عيد ميلاده فرد الشاكر التهنئة بدعوة صديقه إلى جلسة فنية حميمية شاركت بها الممثلة المصرية سمية الخشاب والصور أبلغ من الكلام